هو مشروع لشركة حقول الجنوب التابعة لمجمع سواكري يتربع على مساحة تقدر بألف هكتار تضم ثمانية بيوت ذات مساحة واحد هكتار وربع منها عشرة هكتارات مخصصة لانطلاق عمليات غراسة الطماطم الكرازية ذات النوعية الرفيعة هذه البيوت من أحدث بيوت في العالم يعني احنا رحنا للعالمية ما رحناش للوسط هذه البيوت اللي رحكم تشوفوا فيها كان بالحجم هذا تعبيت واحد فيها عشرة هكتارات ما كانش الاسبيسي في تيدو هذا الاسير يكون عنا المنتوج عام ماشي ثلث شهر موسم ماشي موسمية يعني دائما تعتمد الشركة على توفير أحسن البذور وأجوادها وذلك من أجل ضمان الحصول على منتوج ذو جودة عالمية وفق المعايير الدولية الشركة هذه جابتنا تقنيات جديدة متطويرة في هذه الشعبة الشعبة الخضر أو المحاصل المحمية حيث تبلغ مساحة البيت الواحدة حوالي أكتار واربع يستهدف القائمون على المشروع تصدير الثمانين بالمئة من المنتوج إلى الأسواق العالمية خاصة أوروبا والشرق الأوسط وروسيا على أن يتم تسويق النسبة المتبقية بالسوق المحلية ويهدف المشروع كمرحلة ثانية إلى إنجاز بين خمسة إلى عشرة بيوت أخرى مماثلة كما يستهدف توسيع النشاط من خلال اقتحام منتوجات فلاحية أخرى على غرار الخضروات والفوكه الحمراء